تابعاً مع حضراتكم يمكن قبل 48 ساعة فاصلة وخليني وأنا بتكلم على استعداد الأهلي لمواجهة الإسماعيل إن شاء الله يوم الأربع أقول إنه بداية الدوري النهاردة بداية مبشرة خلتني متفائل جداً جداً وفي مقدمات وفي معطيات مبني عليها التفاؤل ده بالموسم الجديد للدوري أولاً وجود طبعاً نقلة نوعية فيما يتعلق بالبس التلفزيوني وده كان مشكلة كبيرة جداً صحيح الموضوع مش مرتبط بس بجودة الصورة ومتعة المشاهدة لكنه مرتبط بواحدة من إشكاليات الدوري المصري قال وهي منظومة الفار وأعتقد إنه الصورة اللي شفنا بيها بداية الموسم السنة دي تقول إنه إلى حد كبير جداً منتظر إنه يكون في تطور في مستوى الفار كلام بسبب وضوح الصورة كلام بسبب زوايا النقل التلفزيوني وأعتقد ده حضراتكم هتلاحظوه على مدار الموسم وأتمنى إنه حكامنا سواء حكام الساحة أو حكام الفار يستغله ده بشكل كويس النقطة التانية الحقيقة واللي بتخليني برضو متحمس جداً مرتبطة بالتحكيم هو وجود كابتن عصام عبد الفتاح كرئيس لجنة الحكام والحقيقة الرجل مصدر ثقة كبيرة جداً حقيقة ومتوسمين ده في الموسم ده إن شاء الله يكون ناجح جداً في إدارة منظومة التحكيم من المتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون على أقل تأدير أخطاءها في حدود قليلة جداً وتكون في حدود المقبول والأهم من ده إنها لا تؤثر على نزاهة المسابقة ولا نزاهة التحكيم المصري ولا التساوي في فرص المنافسة على رقب البطولة والأهم من ده كمان إنه يبدو هنشوف كرة حلوة لأنه أغلب الفرق الحقيقة صحيح الموسم اللي فات ما كانش سيء وشوفنا فرق كتير جداً قدمت كرة محترمة لكن يبدو كمان إنه الفرق استعدت الموسم ده النسخة دي للدوري بشكل أفضل بكتير وده اللي بيخلينا نتمنى إنه مسابقة الدوري المصري تكون في أحسن مستويتها أعتقد ده في النهاية صب في مصلحة ربطة الأندية اللي تتولى مسؤولية المسابقة السندي وننتمنى إن شاء الله أنها تقودها لبر الأمان ويكون موسم أكتر من ناجح خلينا نفكر حضراتكم بسؤالنا اللي هيكون مستمرة